بسم الله الرحمن الرحيم ابنية الله مدارس العبير الصف الأول الابتدائي أهلا بكم اليوم إن شاء الله سنتناول الدرس الثاني من الفصل التاسع وهو بعنوان أحل المسألة أولا يا أبطال فكرة الترس أحل المسألة بالتخمين ثم التحقيق عندي مسألة يريد عثمان أن يضع خمسة عشر لعبة على ثلاثة الرفوف على أن تكون أعداد هذه اللعب متساوية على الرفوف الثلاثة كم لعبة يجب أن يضع على كل رفوف أولا يا أبطال لحل أي مسألة هناك أربع خطوات أول خطوة يا شباب عندنا خطوة أفهم أول خطوة يا أبطال أفهم المسألة يقول لي فيها ما معطيات المسألة أضع خطا تحتها معطيات المسألة أبطال نضع خطا تحت معطيات المسألة عنده معطيات المسألة هنا موجودة أول شيء يريد عثمان أن يضع هذا يا شباب هذا معطيات المسألة اللي بتساعدنا على الحل خمسة عشر ربطا على ثلاثة رفوف هذا يا أبطال خيب ما المطلوب يا أبطال هنا نضع عليه دائرة كم لعبة يجب أن يضع على كل رفوف هذا هو المطلوب يا أبطال هو هكذا الخطوة الثانية يقول لي أخطت وخطت يا شباب أي كيف أحل هذه المسألة وخطت كيف سأحل المسألة لأستعمل مكعبات للتخمين ثم التحقق نبدأ حل المسألة يا أبطال أضع أربعة خطوة ثالثة أحل أضع أربعة مكعبات على كل رفوف ثم أعد المكعبات فأجدها كم مكعب يا أبطال اثنى عشر مكعبا أحاول من جديد وأضع خمس مكعبات خمسة مكعبات على كل رفوف أي يوضع على كل رف كم يا أبطال نضع على كل رف خمسة ألعاب على كل رفوف يبقى الحل يجب أن يضع أثمان على كل رفوف خمسة ألعاب الخطوة الرابعة والأخيرة ليه التحقق كيف أتحقق من الإجابة كم حبة يا أبطال اثناش اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش إثناش راحب يا أبطال إذن ستضع في كل طبق ستة حبات أضع في كل طبق كم يا شباب ستة حبات ممتاز يا أبطال السؤال التالي لدينا ثلاث مجموعات من الأزرار في كل مجموعة عشرة أزرار ما مجموعة دي الأزرار في المجموعة كلها يا أبطال عندنا ثلاث مجموعات كل مجموعتها عشرة 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 بعشرة عشرون ثلاثون عشرة عشرون ثلاثون إذن ثلاثون زرا السؤال التالي لدى المعلمة ثمانية عشر بلون تريد توزيعها بين هند وأميرة بالتساوي ما عدد البلونات التي ستحصل عليها كل واحدة من الفتاتين ثمنتاشي أبطال ممتاز كل فتاة ستحصل على تسع بلونات سؤال الرابع قسم المعلم الطلاب إلى أربع مجموعات في كل مجموعة أو كل مجموعة تتكون من خمسة طلاب خمسة طلاب ما عدد الطلاب في المجموعات كلها يا أبطال أربع مجموعة أربع مجموعة كل مجموعة فها خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي عشرون طالبا كم طالب أبطال عندنا في المجموعات كلها عشرون طالبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته